أنا منويت فراغ وهو الإسخبية زوج مجال هلية حلفة بلي بي زوج مجال هلية شهدوا يا الناس علي أنا جور الشهيد فنان لبناني مستقر حالياً في المغرب عم نشتغيل الحمد لله وإن شاء الله عم نعمل أعمال فنية تعجب الشعب المغربي بالإجمال هي بتبلش هيد الشغلة ما تكوني أنت شوية صغيرة بالحفلات العائلية أول مرة غنات أنا ضربوني متل ما بيقولوا عطوني العصاة حتى غنات لأنه ما كنت كان أحشم فأكلت قتلة ضربوني حتى غنات هدي كانت أول مرة وكان عندي نازل بزاف حيث كنت صغير بقي صغير وبلشتنا صوتك حال وغني صوتك حال وغني وقبرنا وقدمنا على ديزيميسيون والحمد لله هلأ بعد الحفلات طبع الجامعة والمدرسة بلشت غني بمحلات وبعدين عرض علي ديزيميسيون قدمت عليها وربحت فيها وعملت أغاني وصرت عم بشتغل بالفن أول حاجة أنا لما جيت للمغرب جيت سياحة من بعد حبات المغرب فرجعت قررت أني أبقى فيه وبقيت فيه إلي سنتين ونصف بالمغرب ثلاث سنين وقيلة وأنا عايش في المغرب والمغرب عزيز علييا بحسه بحل لبنان يعني ما كانش الفرق فأنا مستمر في المغرب صامدون أبقر أنه المغرب بلد زوين بزاف والشعب دياله طيب وكريم ودك الشي المغرب بلد استقرار وأمان بعدين المغرب يعني أون جلالك تشوف الفان الكبار ديال الناس ديال المطربين هم مغاربة حيث كيف هموا بالفان بزاف فهمتيني وعندهم مع الموسيقى وناس مصقفين وعندهم داك الأحساس ديال كيف هموا بالفان فبالإجمال البلد كبير وفيه خير الحمد الله فوحلو والناس طبعه بدل مقتلك طيبين فواحد بيحب أنه يعيش بحس حالو ببلده ما فيش يتغير هذا الشي الميميز المغرب عن باقي الدول والله غني ندير شي حاجة ديال العيطة المغربية حيث هذا اللون أنا عزيز عليها يعني ممكن نكون صهران أو شي حاجة ويجي يبدأ شي واحد المغني يبدأ يغني العيطة نكون نهضة أنا نشتح ودك شي كده كندير الامبيونس كان جوج أغاني دا با شفتهم مقدام بزاف باقي التواحد مع ودهم مش أنا كن حاولي نعودهم وطبعاً كان الناس اللي حدايا هم كي يعملوني بالاختيارات ودك شي وإن شاء الله ندير شي حاجة زوينه ما بغيتش ندير شي حاجة تكون نورمال حيث أنا ماشي مغربي خصتك تديري شي حاجة تكون واو حتى تديري فيها لابوت والفنان أنا اللي بحبه كتير كبور حبيب قلبي هذا كبور هو السبب اللي أنا تعلمت الدارجة المغربية حيث تعلمت المغربية حتى نفهم ايش كي يقول في البروغرام دياله وهو اللي كن احترمه بزاف حيث كنشوفه هو كيدير شي حاجة كي يخلي المغرب المستوى الفني ديال هذا الشي الفن في المغرب يعلم حيث عنده بزاف ديال الناس ماشي مغربة كي يبهو فهمتيني وأكيد ساعد لمجرد الفنان العالمي حيث دابا والعالمي هو دلي كينين وهو كي يقول شي حاجة بهالهكا وما كينش معامن بصفة بحل هذا الشي اه لو كان مع كبور كنت من ندير اي شي على حسب نكون مع كبور حتى لو كنت كنبيع لهندي في الكروسة في أخبارك أنا مكنش غليز أنا غلصت هنا في المغرب أدي كالرفيسة والكسكس والمسمر والمحرش شوف أنا عندي مع الماكلة الحمد لله كل شي تواجن كل شي أصلا الماكلة المغربية معروفة البريميار كأولادة زيام دان لاموند انترنوسيونال هي ماك العشيز عليها بزاف أنا شكرا شكرا